اشتركوا في القناة اعلنت لكن اخر اعلان يقول انه القبض على عدد من اصحاب المولدات الاهلية المخالفين للتسعير الرسمية الحقيقة الخبر مضحك يعني بقدر ما الناس تشكو من الكهرباء تشكو من غياب هذه الكهرباء تشكو من غياب هذه الخدمة التي نحن يعني الان في القرن الواحد والعشرين والكهرباء دخلت العراق عام 1917 بعد اكثر من قرن من الزمان بعد اكثر من قرن من الزمان العراق الان ما زال بلا كهرباء لانه تجي ساعتين وتنقطع خمس ساعات وتجي ثلاث ساعات وتنقطع عشر ساعات ثالي مو كهرباء ما كهرباء بعد واحد عشرين سنة من صرفيات عالية جدا اكثر من مئة مليار دولار هم يتحدثون هكذا وإلى الكهرباء غائبة ودرجات الحرارة تتجاوز الخمسين درجة وفي كل يوم تصدر لائحة وقائمة بالمدن الاكثر حرارة بالعالم المدن العراقية تأخذ الأسباقية وتفوز بالمراتب الأولى من أكثر مدن العالم حرارة تتجاوز الخمسين درجة طبعا هاي في الظل خمس وخمسين وخمسين في الظل أما في الشمس يمكن تتجاوز سبعين درجة مصيبة كبيرة والكهرباء غائبة والناس لا تعرف ماذا تفعل ويجينا الخبر يقول يعني عمليات بغداد تركي القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المقالفة للتسعرة أقول أن الخبر مضحك لأنهم يريدون أن يخدعوا الناس بالتعمي على أصل المشكلة أصل المشكلة هي غياب الكهرباء لماذا الكهرباء غائبة فهم يريدون أن نذهب إلى الفروع نذهب إلى تفاصيل صغيرة ملحقة لوجود مشكلة أصلا يعني ما كانت هذه التفاصيل تظهر ولا كانت هذه الفروع تظهر لو لم تكن هناك مشكلة هكذا يريدون أن نلتهي بالتفاصيل وننسى المشكلة الأصلية يعني ننسى أن الكهرباء مسؤولية الدولة وما قادرت توفرها الدولة خلال 21 سنة وهي تدعي أنها صرفت عليها 100 مليار دولار وتحشينا عن إنجازات أنهم ألقوا القبض على أصحاب المولدات الأهلية التي رفعوا السعر هو ليش نحتاج المولدات لو كان عندنا كهرباء وطنية لو كنا قادرين لو كنا مصممين لو كانت لدينا إرادة لو كان ما عندنا فساد وما عندنا خراب وعندنا حكومة وطنية كهرباء وكل العالم ويانا أمريكا ويانا وأوروبا ويانا وكل الدنيا كلها ويالعراق العراق بالحصار أكثر من 85 إلى 90 بالمئة من محطات الكهربائية وضربت بالواحد والتسعين ضربتها أمريكا وبالحصار واستطاعوا العراقيين وبالحصار وماكوا مواد خارجية استطاعوا أن يصلحوا أكثر من 75 بالمئة عيب هذا الكلام بعد 21 سنة إنه بيتحججوا لي برهاب ويتحججوا لي محرفين ويتحججوا لي الناس تسرقوا ومدري منه الأبراج ومدري إين وعدنا عدنا إحنا ما عندنا إزمة كهرباء وعدنا إزمة توزيع عيب هذا الكلام عدكم فساد وعدكم خراب وإنتموا رجال دولة وهذا واقع الحال اعترفوا فهذا القضية فساد وتعب وذية وكلها توقع عبر رأس الناس أنتم تسرقون والناس تتحمل غياب الخدمات ومنها الكهرباء وياريت له وسعة الكهرباء التعليم في أسوأ حالاته الخدمات الصحية في أسوأ حالاته الطرق في أسوأ حالاته الطرق سنويا موتون جريح وقتيل يوميا على الطرق هذه كلها وسائل انتحارات وقتل وذبح واختطاف ومصيبة هذا العراق هذا العراق الجميل الرائع بأهل أجمل أجمل شعوب الدنيا يتحمل كل هذا من أجل من من أجل شنو من أجل عيون من من أجل عيون هذه الأحزاب التي تكذب على الناس صار لها 20 سنة أكثر من 20 سنة تكذب بشعارات وبأقاويل وبالقصص كذب كله كذب وترفع شعارات وكأنهم يلبسون عمامة الواحد منهم يلبس عمامة حتى تصير له هيبة دينية وهو يتكلم كلام وتصرف وتصرف بعيدا عن الدين وبعيدا عن الأخلاق يشوه حتى الدين مشكلة كبيرة وبالتالي يتحدثون عن جيمقراطية وحرية ومعرف منه توفر لي شنو ديمقراطية شنو حرية شنو حياة كريمة إذا أنت موفر للكهرباء ما قدر توفر للكهرباء وتنشر له خبر والله القوات الأمنية تلقى تلقبض على أصحاب المولدات اللي يزيدون التسعيره هو الأصل تخلونا نروح للفروع وتنسونا الأصل تريدونا ننسي الأصل هو الأصل وليش يكون مشكلة مع الكهرباء بعد 21 سنة من الوعود والكذب والضحك على الناس تحدثونا عن ألقى القبض على هذه شغلة المخدرات ألقينا القبض على ناس يتعاطون المخدرات وليش دخلت المخدرات للعراق ومين دخلت المخدرات للعراق لو ما كانت أكي ثغرات وكو حدود مفتوحة وكو تجارة وكو ناس يرعون هذه التجارة وكو قوة تحميهم شون دخلت المخدرات هو المصيبة أنت تتحدث لي عن الفروع وتذهب به إلى التفاصيل غريبة عجيبة تحدث عن الانتحار عادل عبد المهدي يقول للعالم شو ننتحروا العالم يقول رمونا في سورة الجسر علوا السور ما للجسر هي هذا الحل هو هذا الحل أن تعلي سورة الجسر والناس حتى هم ليش نتحروا أنت تذهب إلى أصل المسكلة هم ليش الناس لتنتحر تمر بأزمات اقتصادية وسياسية ونفسية واجتماعية تعالج هذه القضية تعالج سورة الكارثة فهنا نفس القضية أنت بدل من تعالج الكهرباء تذهب لي على أصحاب المهدي وليش أكون مولدات أساساً هو أنا أكون بلد بمولدات هاش قد تلوث البيئة هاش قد تدمر هاش قد تأخذ من فلوس الناس من ثرواتهم ومن دخراتهم وشقد المواطن الفقير يقدر يأخذ شم أمبير حتى حتى ينور بيته وشعل الأقلوبين وشغل البنكة بهذا الحر اللاهب مع الأسف الشديد هذا هو الحال ليعيش العراق وهذه الكذبة الكبيرة التي يريدون أن نعيش بها وأن نصدقها وأن نتعامل بها بكل رحاة والصدر مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة